بحثا عن وجه بغداد الأصيل خرجوا لاكتشاف بعض من ملامح هذه المدينة التي التأبى أن تقتلع من جذورها رغم الأحداث السياسية والعسكرية التي عصفت بها روايات الآباء والأجداد عما كانت عليه المدينة دفعت منظمة أنقياء التطوعية وهي فريق تطوعي أنشئ في العراق للحفاظ على التراث والآثار دفعتهم لزيارة شارع الرشيد في بغداد أو ما كان يعرف بالشارع خليل باشا بمناسبة مرور 103 سنوات على افتتاحه تراثنا وتاريخنا البغدادي نحن باحثين بالتراث البغدادي نريد أن نعلم العالم ونشوفهم عن تاريخ بغداد هذه بغدادنا التي نحن عشناها كنا بمرحلة اليفاعة والشباب والآن وصلنا إلى مرحلة الكهولة الجولة التعريفية بدأت من موقع اندثار البوابة الشرقية إحدى بوابات بغداد العباسية مرورا ببيت عبد الرحمن النقيب أول رئيس حكومة عراقي وانتقل المشاركون لرؤية بيت خليل باشا آخر وال عثماني لبغداد والذي تحول لاحقا لمتحف عبد الكريم قاسم ليجمع بين عصرين مهمين في تاريخ العراق وفي ختام الجولة كان لابد من زيارة مرقد السيد سلطان علي والتمتع بعدها بلذة الطعام البغدادي أمام نهر دجلة في حي الأعظمية هذا نهر دجلة أنا حاليا أشوف أشياء إيجابية أول شي شفت الشباب يتجه نحو التراث والآثار دائما نشوف طبعا هي بسبب الأهل دائما يتحدثون عن القديم عن الماضي هذا الشي جمل الصورة فحبوا من خلال هذه التجميل الصورة حبوا أنوا يشوفوها بس كان يعني تعرف الظروف الوقت غير مناسب التعرف إلى جمال الأماكن التاريخية ليس الهدف الوحيد لهذه الرحلات بل أخذ المتطوعون على عاتقهم مساعدة المرضى بالسرطان من الأطفال عدد قام يزيد عدنا قمنا نسويها على السفرات مثلا ناخذ مبلغ زهيد من اللي يجي همنا هذا يصير ريعها للأيتام وريعها للشسمة للأطفال مرضى السرطان طبعا نحن كفريق أنقياء التطوعي يعني يمكن ما يعدي شهر إذا موعدنا أربع حملات خمس حملات من فضل الله الحمد لله وشكر ويبقى التراث البغدادي حاضرا في نفوس هؤلاء العراقيين وغيرهم ممن يعملون للحفاظ عليه رغم حملات التشويه الجارية ويريدون بالمقابل أن يكون موجودا في حاضرهم ومستقبل الأجيال القادمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر